قمة القادة متابعينها هي آخر اجتماع تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وصطاف القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بحضور رؤساء وقادة الدول لمجموعة العشرين والدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية زمينا المراسل عبد العز الغامدي أعد لنا هذا التقرير نتابع معاكم ونرجع نبدأ صباحنا بدأت أعمال الدورة الخامسة عشر لاجتماع قمة قادة دول مجموعة العشرين افتراضيا لهذا اليوم وقمة القادة هي آخر اجتماع تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ويستضيف القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بحضور رؤساء وقادات الدول لمجموعة العشرين والدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية ويعتبر هذا أهم منتدى اقتصادي دولي يعني ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال المأمول من الإعلاميين سواء كانوا محليين أو دوليين أن يكونوا مرآة حقيقية للجهود الرائعة التي بذلت حتى تقوم هذه المناسبة بالشكل الذي يليق بالمملكة العربية السعودية الإعلام مرآة مهمة جداً ونحن في المملكة العربية السعودية نقدر هذا الشيء وحريصين على أن يأخذ مكانه ويكون وسيط بين المسؤول والسياسي والمجتمع في ظل التباعد تقام قمة استثنائية وأنظار العالم تتجي نحو قمتنا عبدالعزيز الغامدي قمة العشرين الرياض